السلام عليكم طلاب أرجعناكم حلقة من حلقات القطعة الخارجية اللي نحل بها قطعة خارجية يعني هالمرة طلاب نحن في الحلقة السابقة شرحنا مع المستوى الثاني شرحته لك بالمستوى الأول المستوى الثاني يفيد الطالب اللي مو كل شي ضعيف بالانجليزي لا شوية قوي بالانجليز لا نقول قوي بس زين يعني متوسط يعني نص ونص زين فهذا المستوى الثاني يضطي معلومات حتى يخليه صر قوي كلش بحيث حتى القطع الخارجي لو تيجي صعبة فهو يضمن الدرجة الكاملة بيها اي نعم الدرجة الكاملة زين بس حتى تتأكد انه انت رح تاخذ فعلا الدرجة الكاملة لازم تفضط المستوى الثالث زين المستوى الثالث اش وقت الشرحة استاد المستوى الثالث هو مفت حلقة معينة حتى اشرحها لا المستوى الثالث معناه انه كنت مارس ويايه يعني كنت تطبق تحلش قد ما تقدر تبدي تلزم القطع الخارجية مع السنوات اللي فاتت وتحلش قد ما تقدر تخلصهم كلهم هو هذا المستوى الثالث يعني معناها ممارسة اذن وهو هسا نبدأينا بالمستوى الثالث اللي هو شنو انمارس فقط يعني بعد من اشرح من اوضح لين كله وضحته بالحلقة هالمرة بس اطبق اطبق تطبيق عملي بالحلقات السابقة كانت نظري حتى تفهم يعني شرحوا كلام حتى تفهم هسا بعد ما اشرح ما اقدر اشرح لين الوقت يضيع زين هسا قبل بس اطبق بس اطبق عن ملاحظات اللي اشرحتين اليك فانت اذا شايف الحلقتين اللي فاتت راح تفهم مش قاعحة شي من ابدي احل زين يلا هسا هاي قطعة خارجية نبدأ على بركة الله اللي هي مال العائلة الانجليزية مولو انا مشتبه خنحلها بطريقة اللي شنو المستوى الاول خنحل بالمستوى الاول خطيئة طلاب المستوى الاول يلا طريقة ما المستوى الاول ما الطالب الضعيف بالانجليزي هزين اول شي طبعا دامن نقرأ الاسئلة دد انجليش فاميلي ها بماتش فوت ان دير هاوس يلا احنا قلنا بالاساسيات من نشوف جملة السؤال بادية بفعل مساعد اللي هو الدد هاي بالاساسيات قبل لا اطوب اصلا حتى بالمستوى الاول يعني معناها سألك بهل ومني سألك بهل الجواب واح يكون لو يس لو شنو لو شنو لو نو عفيا بلو نو عفيا بلو نو بس غير افتهم شا جاوب اقرأ هذا اخر كلام ماتش فوت ان دير هاوس اروح ادور عليه بالقطعة الخارجية حتى لو ما فهمت معنا هاي المستوى اول اروح ادور عليه بالقطعة الخارجية هناش موجود موجود فوت ان هاوس او ان دير هاوس يعني اكو كلمة فوت طعام من البيت عفيا هاي اتلا مستوى زين بالترجمة بس انا ندار الطلاب الضعيفين القينا فوت طعام ولقينا هاوس بيت يعني اكل بالبيت خلى واحد دوه بالقطعة الخارجية وين اكو اكلوا ببيت هادي ايا انا وجاء اقرأ هايا هلقيتها شوف انا ملونها اليك حتى تركز عليها وحتى تلقاها بساعة بالقطعة الخارجية بالوزارة ماكو شي ملون انا كون انت تقرأ وراح يشوف اكو تشابه انا فوت ان ذا هاوس شا القينا هنا فوت ان ذا هاوس اذا جواب جملة مالتك هاي راح يبدى من بداية الجملة النهايتها من بداية الجملة النهايتها اللي هي مننا ولكنها لديها لديها الكثير من المال في المنزل لذلك اذهب الى المنزل لتحدث الى المنزل لديها الكثير من المنزل اذا جدت إلى المنزل يمكن ان تحكم كيف يريد المنزل لا نعم من نجد المنزل مجدد قطعة الخارجية قليل يلا بكزي هنا قليل من الطعام وبالسؤال قيل الكثير من الطعام إذن شو تقول له نو فارزة لازم نتحدث عن من هو سائل شون الفاعل اللي بعد الفعل المساعد هم منو انجليش فاميلي انجليش فاميلي انجليش فاميلي جيد انجليش فاميلي يعني عائلة انجليزية جمع جمع creative ويجيبه كفامير الفاعل هو الذين أخلي مكانهم ذين يعني إذا أقول هم والدد ما كانت قبل الفاعل فتجعد بعد الفاعل خليتها بعد الفاعل ولأن أنا مجاوب بنون فبالأخير شا suggest أخلي نوت أخلي نوت أداة النفي زين إذا أنا مجاوب بيس ما أخلي نوت أخليها بس ضد إذا أنا مجاوب بيس ما أخلي شنو ما أخلي نوت فيصر الحل yes they did yes فارزة they did بس لان انا جاوبت بno فيصر no فارزة they did didn't بالنفي هو هذا اشرحت لك بالاساسيات قبل لا اصلا اطب بالمستويات هاي تعتبر اساسيات يعني ما الاول ابتدائي كون المفروض اول ابتدائي يعوفلها لا مو اول ابتدائي نقدر منقول خامس ابتدائي او سادس ابتدائي كون يعوفلها ما بيها مجال زي هسأل هنا انا السؤال الثاني بادي بفعل مساعد لو بادي بادات سؤال اداة سؤال عفية بادي بادات سؤال وين هسان اده احل مستوى اول مو مستوى ثاني يعني ما يحتاج ادقق على روحه واتعب نفسي انا طالب ضعيف اريد اضمن اللي اقدر له بالقطعة الخارجية اقرأ الجملة لقية chinese officer visits hi chinese officer visits the english family ادور على اي كلمة من هاي الكلمات بالقطعة الخارجية خانقوله خلا اخذ هدن الثلاثة chinese officer visits يعني في ضابط الصيني في زار حساني ما عدي معنى بس اركز على هاي الكلمة ما عدي معنى ما عفت رجيم ما عفش ان هادش مكتوب بس اركز chinese officer visits حتى لو ااخذ هاي وياها مو مشكلة المهم هاي الجملة ادور عليه اشوف وين القه بالقطعة الخارجية يلا شموجود chinese officer visited شلقينا chinese officer visited نفسها visit بس غاي في لها ايدي لقيتها ومالقيتها موجودة موجودة لقيت الثلاثة يعني من ابدي حلي من البداية من النقطة عكفية من بداية الجملة ابدي لنهايه النقطة يعني هذا كلها هاي الجملة كلها اشيلها اخليها بالحل صعبة لا لا سهلة نحن ننزلها ممتاز المثال الثالث أين كان المساعدة الإنجليزية؟ لا أريد أن أقول نعم أو لا أريد أن أخذ الحل كامل من القطعة الخارجية أريد الإنجليزية هذه الكلمات الثلاثة أدور عليها بالقطعة الخارجية أريد أن أصعد لفوق هذه هي بداية القطعة الخارجية إنجليزية لكن هناك كلمة جديدة موجودة في بيناتهم ووز لفينغ يعني ليس فقط لفينغ هذا هو مهم يعني لقد وجدتها إنجليزية ممتاز إستاذ يعني الحل مين يبدأ؟ من بداية الجملة النهاية النقطة صعبة أو ليس صعبة؟ ممتاز إستاذ ثالثة أقول ممتاز إستاذ ممتاز إستاذ ممتاز إستاذ ممتاز إستاذ من بداية الجملة نهاية النقطة السؤال اللي بعده ممتاز إستاذ اليوم ما شاء الله حاس بقون تشكل بس لن نقطع التسجيل إذا غلط لا لا طلاب هذا تطبيق جاي نطبق إحنا يلا السؤال الرابع سؤال الرابع السؤال الرابع رابع لماذا كان المؤسسة المؤسسة؟ يلا ما دام بادياب يعني بادياب أداة سؤال مو فعل مساعد حتى أجاوب بيس أو لا ركز ما دام بادياب أداة سؤال يعني جوابي كله أخذ من القطعة الخارجية لقيت هاي الكلمتين جدد وما عرف انوان ضعيف بالانجليزي بس عليش أدوخ روحي أروح أدوّر عليها بالقطعة الخارجية أشوف وين ألقاها هاي الكلمتين أروح 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 نلقاها هاي هاي الجملة شلقين هنا هاي الكلمتين نفس هين لقيتها يعني لقيتها لو ما لقيتها نعم إذن جوابي يبدى من عندها هاي ها هي لأن هناك الكثير من المطلوب في المطلوب تنقلها نصاً تنقلها نصاً لا تغير به هذا حل ما المستوى أول دعك تجيب درجات مثل الورد لا أقل لك لا لكن مرات إذا قطعة صعبة هي نادرة أن تأتيكم قطعة صعبة أتو طلاب الثالث بس طلاب السادس الله يساعدهم هذا من صعبه مرات إذا قطعة صعبة لا تجيب درجة كاملة في القطعة الخارجية هاي الطريقة اللي ليس المستوى الأول لكن تجمع درجات وما تجمع يعني ممكن يتطلع بين ثمان درجات في القطعة الخارجية ممكن يتطلع عشر درجات من أصل خمستعش مزين؟ ممكن يتطلع ست درجات حسب صعوبتها كل ما كانت صعبة كلش كل ما راح تطلع بهاي الطريقة درجات أقل كل ما كانت سهلة كل ما تطلع بهاي الطريقة السهلة درجات كلشو هواي وممكن حتى تجيب الدرجة الكاملة بس أعيد وكرر هاي طريقة المستوى الأول يعني ما تطالب كل شي ماكو بالإنجليزة باعيب ويريد يسوي اللي يقدر لحتى يطلع بالقطعة الخارجية هاي طلاب صعب واضح هاي مو مستوى ثاني المستوى الثاني شابحة إلك اللي هو ما الطلاب أقوياء وخصة السادس اللي إذا أجتهم حتى لو قطعة خارجية صعبة يشقوها شك هاي هسا أنا راح أحلك بالطريقتين حللتلك بالمستوى الأول وإن شاء الله راح نخلص هاي وهسا راح أحلك بالمستوى الثاني يلا أريد تفكز المثال الخامس ما دام ما بادي بفعل مساعد وبادي بأداة سؤال يعني جوابي لا يس ولا نو لا جوابي من القطعة الخارجية يلا لقيت هنا بروت باك ولقيت هنا هذاني الكلمتين اللي منا والمنا حتى لو أي وحدة من عدهن عمي مو إلا اثنين هن أي وحدة من عدهن عمي خركز بس على هاي عمي بروت باك أو ركز بس على هاي حتى لو تركز على أي وحدة من عدهن مو مشكلة أي شيء أي شيء قدت هاي جملة السؤال اقرالي ياها ودور لي عليها بالقطعة الخارجية يلا خرح ندور وين نلقاها هذي أبنهاي طب القطعة الخارجية شلقينه هنا أنا أوفيسرز دينر هايها لقينها نصا وهنا شلقينه بروت باك يعني معناها جملتي مين يبدي حلها من بداية الجملة يعني معناها حلك مين يبدي من البداية منها منها يبدي هي سيد وهاي كلها تنزلها كلها تنزلها بالحل صعبة لو سهلة لا 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 نحن أمزيل ما انتبهت عذوان طلاب منها من لن يوجد نقطة هاي اه نقدم شوية هاي اكون نقطة يعني مين بدت جملتي اللي احتوت على هاي الكلمات اللي لقيت نفسها بالسؤال بدت من هاي النقطة بدت من هاي النقطة من الـ I هاي I sent يعني منها يبدى حلك هم ما كدأ اعتقد ذنيتش الكلمات منها يبدى حلك I sent one of the servants to the Chinese officer's house and he brought back the Chinese officer's dinner يعني منانا هذا كلها تنزل النهاية الجملة سهلة لو صعبة الزيان السؤال السادس واي هاي ايضا اذا السؤال يلا انا اقرأ لقيت بعد العشاء شون يعني بعد معناها بعد تعشاء اي بعد دينر معناها عشاء يلا بعد العشاء حتى لو انا بعيف بالمعنى اركز بعد العشاء لو اقرأ هي الجملة مالتي هاي كلها اقراها اروح اشيلها كلها هاي كلها اشيلها ادور عليها اتخيلها قدامي وادور عليها بالقطعة الخارجية وين القاها؟ يلا اهناك بالسابق شننا نقول عشاء الضابط هس احنا جدين ندور على شنو بعد العشاء هالمره مو اوفيسورز دينار لا افتر دينار هاي هالقناها بالقطعة الخارجية ايش مكتوب افتر دي دينار اذا جوابي مين يبدي بهذا السؤال؟ يبدي من هاي الكلمة؟ ليش؟ لان اللي قبلها اللي قبلها هاذي نقطة ما العلاقة بيها وجاوبنا بيها قبل شوية هاي اذا منها جوابي يبدي من افتر دي دينار وكمل هاي الجملة كلها انزلها بالحل كلها كلها للاخير الحد ما اصل للنقطة صعبة لو سهلة اذا جوابك هو هاذا بالكامل افتر دينار فارزة شيران تو دي كيشن تو اسكد دي كوك هو هاد ميت صاج اقوض ميل انه بري شورت تايم هاذا كله جوابك صعبة لو سهلة طلاب هاي ما المستوى الاول ما بيها صعوبة والله زيان ترهموا يا كل القطعة الخارجية سواء كانت صعبة او سهلة بس اذا كانت صعبة القطعة الخارجية تخليك تطلع درجات قليلة واذا كانت سهلة القطعة الخارجية هاي الطبيقة ما المستوى الاول تخليك تطلع درجات كلش عالية فانت وحظك لو تجيك سهلة لو تجيك صعبة زيان هسا خنقول ما اجدتي سهلة خنقول اجدتي صعبة هسا خلصنا المستوى الاول عدكم سؤال بي حلينا هذا آخر مثال حلينا عدكم سؤال بي إن شاء الله ما عدكم سؤال يبقى هذا الصح والخطأ الصح والخطأ تعتمد على المطابقة مثل ما قلت لكم نعتمد على اليمن على المطابقة الطابق ليه إثبات بإثبات تشوف الجملة نفسها موجودة بالقطعة الخارجية ونفسها موجودة بالسؤال يعني تخلي التو صح الطابق إذا أكو إثبات بنفي يعني تخلي فولز إذا أكو اختلاف بالجملة تخلي فولز باستثناء المرادة فات كنت تنتبه لها على ضعها تقرر true أو false هسه أنا حالها إلك أنت أيضا تقدر تشوفها والطابق حلك بعد ما تحل بنفسك وتفتهم ليش true وليش false وأكيد هسه راح تفهم لما نبدأ أحل المستوى الثاني يلا هسه كملنا شرح المستوى الأول هسه نرجع نشرح بيها مرة ثانية على المستوى الثاني ونحل بيها الصح والخطأ بفهم يعني مو بس مطابقة يلا المستوى الثاني يا طلاب خل نبدأ بي أول شي نبدأ أيضا نعيد نقرأ الأسئلة أول شي نبدأ بالأسئلة ما نبدأ بالقطع ديد يعني سأل بهل ديد the English family have much food in their house ديقول هل العائلة الإنجليزية much food كان عندها هواي طعام in their house هاي there صف التملك دارسيها their house يعني بيتهم هل كان لديهم الكثير من الطعام في بيتهم السؤال الثاني وين أداة سؤال تسأل عن الزمان شو حتلك ياهما المستوى الثاني وين أداة سؤال تسأل عن الزمان يعني ش يريد من عندي يريد من عندي وقت تاريخ زين وين did the Chinese officer بابط الصيني visit زارة the English family يعني ش وقت زارهم بيا وقت بيا تاريخ زين السؤال الثالث where الwhere أداة سؤال تسأل عن المكان where was the English family living أين where أين تسأل عن المكان أين كانت تعيش العائلة الإنجليزية living تعيش وين كانت تعيش السؤال الرابع why قلنا why معناها لماذا دائما يتم الإجابة عنها because يعني حلك يبدأ من because why was لماذا كان the hostess surprised ليش كانت المضيفة متفاجئة مدهوشة ليش يلا بعد السؤال بعد who يلا قلنا الwho أداة سؤال تسأل عن شنو بس لا سديت التسجيل بدون مادري لا أهم زين هو أداة سؤال تسأل عن شنو الwho طلاب يلا درستموا المستوى الثاني العادل عاقد عافية عافية تسأل عن العاقل هو تسأل عن العاقل يعني تريد شخص عاقل إنسان عاقل بس بس ما قد عنزل جملة كاملة زين who brought back من أحضر عائدا من أحضر عشاء الضابط الصيني من جاب العشاء من هو بالضبط إحنا بيك بس هو هذا ما قد عنزل جملة زين بعد السؤال بعد why لماذا did the hostess المضيفة اللي صاحبة البيت run ركبت to the kitchen إلى المطبخ after the dinner بعد العشاء ليش ركبت للمطبخ بعد العشاء شلو السبب يلا هس إحنا فهمنا الأسئلة راح نطب دغري على القطعة نقراها ونترجمها ونفهمها ومثل ما وضحت لك بالحلقة اللي فاتت لا تركز على المعنى ركز بس على النطق اتعلم شون تقرأ والمعنى هو يجي من وحده يلا مان насколько ما فهمنا عن القطعة عند قطعت انقليزية تصبح عائلة الهندboom في الصين etin وين كانت تعيش الي بصلين بالاصر تھاي الي ساكين بعد قريب خلا الي ساكين واست تصبح المترجم للعائلة الإنجليزية مالذيك؟ 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 في كينة مالذيك؟ في الصين في كينة مالذيك؟ يقولوا في أحد المساءات يعني في عصرية من العصريات مالذيك؟ 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 إن كنت يлять مالذيك؟ 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 عيشة بالصين المترجم الانجلي ماهوك تزارهم متى ماهوك تزارهم هسا انا هك نقرة جاي انترجم ون ايفنينج في احد العصريات هو هذا التاريخ ون ايفنينج يعني في احد المساءات تمام؟ فاهمين لو ما فاهمين هسا تمام ست هايجا نشرح مستوى ثاني مو مستوى اول المستوى الاول مفطب ينزل الجملة كاملة لان ما يعف اجابته وين فينزل الجملة كاملة بس مستوى ثاني دا يفهم السؤال دا يفهم شي بيد من عنده فينزل بس اللي يحتاجه اذا جوابك بس هاي الكلمتين وان ايبنينج بس بس كل شي ما تكتب بعد زين خوش هسا الهنا فتهمنا هنكمل عافنا انه احد العصريات زارهم بدوه شو تقول القطعة الخارجية it came later لقد تردد عليهم لاحقا and later ولاحقا يعني كان يتردد عليهم كل شي هواي يمر عليه بيتهم لاحظة تردد مالته يعني كانوا متوقعينهم وزيارته بدوه فاجأهم بالزيارة حتى هو لا زالة لم يتردد يعني لا زال لم يتردهم ضال دامن يمر عليهم شو عندما ندري حتى يعني صاحبة البيت حتى توجب عليها ان تدعوه يعني استوي لدعوه لدعوه حتى شنو حتى يعني يتعشون حتى معهم معهم هم حتى يتعشوا حتى حتى ماذا يقول لكن هي امتلكت شنو شمتلكت مال قليل من الطعام يعني يقول لكن هي كان عندها اكل كلش قليل في البيت يلا نفجع لهذا السؤال يقول هل العائلة الانجليزية كان لديها او لديها الكثير من الطعام في البيتهم في بيتهم هم لا اقلا لا لم يكن لا لم يكن يملكوا ليش ان هسا القطعة الخارجية دتقول دتقول هي توجب عليها ان تدعو على العشاء وياهم بس شنو لكن معناها لكن لكن ليحش المشكلة لكنها امتلكت طعام قليل جدا لكنها امتلكت طعام قليل جدا في البيتهم لذلك لذلك معناها لذلك 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 هي بسرعة بسرعة شنو ذهبت المنذهبت إلى المطبخ يعني ركفت للمطبخ لتتحدث مع منو توهير شاينيز كوك إلى طباخ الصيني الظهر هي موظفة بالبيت طباخ الصيني يطبخ لهم فراحت قبل المطبخ بساح بساح حتى تتحدث ويا الطباخ تريد الصدمة تريد تقول له يا بتر احنا اعزبنا بابوت وأكل ما عندنا بالبيت شنسوي تريد الطباخ يحلل هي الزيان الطباخ اش قال هنشوف هي سيد هو قاله ات از اول رايت يقل هلا تقلقي كل شي على ما يرام يول هاب هاي يول يعني معناها يول اختصار الول انت سوف او انتي سوف هاب تمتلكين اغود دينر عشاء جيد يعني معناها انا سوف احبب لك عشاء جيد اطمئني هتش يدق لها صدرة يمي يزين خنشوف شوني اما يلا ديقول عندما جلسوا عندما جلسوا على المائدة حتى يأكلون يعني عزموا و اجاب بابوت من هي الهوستس اللي هي مالكة البيت كان متفاجئة كانت متفاجئة مصدومة ليش لأن بسبب ذير ذير معناها يوجد ما اخذيها بالقواعد ذير ووز بالماضي كان هناك يوجد شو يوجد الكثير من الطعام الجيد على المائدة اذا من يسألني هذا السؤال هو افتهمت القطعة هي ليش تفاجئت ليش تفاجئت لما ان كان اكو طعام جيد على المائدة ليش شم السبب من ان كان عندها اكل قليل لان كان عندها اكل قليل فراحة ترقبت للطباخ لقد قال لي يا ابا اني بوافطة دعيت ضابطة وما عدي اكل فشوف لي حل فهو اشقل لها دقلها صدرة قل لها يمي كل شي بخير لا تفيد لا تقلقين كل شي على ما يرام انت راح تحصرين اكل جيد راح تحضين بعشاء جيد فليهذا السبب هي متفاجئة فالسؤال كان سائلك هنا لماذا كان المالكة البيت كانت متفاجئة؟ لأنهم لديهم لديهم لأن 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 إذا نجاوبنا السؤال الرابع نرى إذا نجاوبنا ونقرأ القطعة الخارجية لأن أول شي قرأنا الأسئلة حتى إحنا ونقرأ إحنا ونفهم القطعة تلقائيا نتذكر السؤال ونقلنا هذا جوابنا جيدا ما تقول القطعة الخارجية أقرأوا إياها بعد العشاء بعد ما خلص العشاء وهي مصدومة لحد الآن مصدومة تريد تعرف هذا الطباخ مين جاب لها الأكل هذا؟ هي ركضت إلى المطبخ لتسأل الطباخ حتى تسأل الطباخ كيف استطاع صنع مثل هذه الوجبة اللذيذة شون قدر يسويها؟ في وقت قصير جدا والبيت كان ما بيأكل أكل كلش قليل شلون؟ نزل عليها الأكل من السماء شلون؟ فهي ركضت حتى تسأله جيدا إذن هسه هو يسألك هنا سؤال لي يقول لك لماذا؟ لماذا؟ صاحبة البيت ركضت إلى المطبخ بعد المطبخ بعد العشاء بعد العشاء لماذا؟ ما السبب؟ جوابك؟ جوابك يبدأ من 2 2 معناها لي يلا علمتك أنا بالمستوى الثاني مرات اللي مو إلا شرط يكون جوابها because مرات يكون جوابها 2 معناها لي يعني جاي أوضح السبب أو معناها يكون أو يبدأ مرات جوابها in order 2 هاي كلها شرحتها إليك بالمستوى الثاني in order 2 أيضا معناها لي أو لكي نفس الشي إذن 2 معناها لي كي in order 2 معناها لي كي فإذن جوابك يبدأ من 2 لكي to ask the cook حتى تسأل الطبخ how he had made كيف استطاع أن يصنع صاج أجود ميل مثل هذه الوجبة الجيدة in a very short time في وقت قصير إذن جوابك مننا يبدأ من 2 هيا هذا جوابك to ask the cook حتى تسأل الطبخ شوف لأن تفهمت السؤال هذا مستوى ثاني بس الطالب ضعيف مفترض ينزل من بدلة الجملة للنهاية لأن ما يعرف جوابا ما يبدأ to ask the cook لكي تسأل الطبخ how he had made كيف استطاع الصنع صاج أجود ميل مثل هذه الوجبة الجيدة in a very short time في وقت قصير لهنا أخوب سهلة هو ما عندنا مشكلة المستوى الثاني أخوب جايث أقلمونه يا أتكم مشكلة بي أكو بي صعوبة لا أستعد عاشة تيدة زين خوش هسا لما نتوجه خلصنا هذا السطر شبقه بقى هذا السطر هو قال شوف هو سيبرر لها راح يقل لها أنا شون دبرت هذا الأكل وإحنا ما عندنا أكل بالبيت أكلنا كلش قليل شون دبرت هذا الأكل اللذيذ بوقت قصير خلنشوف واش قل لها هو قال أَيْدِنْتْ مَيْكِئِتْ مَدَامُ أنا ما سويته مَدام أنا ما سويته مَدام مَهِي مَدام يان هي سيدة البيت فيصحلها مَدام فيقول أَيْدْنَوْتْ مَيْكِئِتْ أنا لم أصنعهوم مو أنا اللي طبخته ماذا قال له هالدور؟ قال له هالدور اي سنت انا ارسلتو سنت يورسل سنت يورسل هاي بالافعال الشادة حتى نحولها للماضي شو نحول نحذف الدي عفية بالبطلة نحول الدي الى ت يصف سنت ارسله فهو ديقول اي سنت انا ارسلتو ارسل واحد من السيرفنس شو يعني سيرفنس يعني معناهم الخدم يعني هو شدث دز واحد من الخدم العمال يشتغلون بالبيت لانك اباهر هذا بيت يعني شوية ثري بحيث موظف خدم وموظف خدم وموظف طباخ وموظف عدلة فهو شم سوي دز واحد من الخدم وان او من السيرفنس المندزل لبيت الضابط الصين الصيني بيت الضابط الصيني وهو عاد مسرعا وجالبوا ياش جايبوا ياش وهو جالبوا معه اشجابوا ياش تعимо الضابط الصيني ował لابويا عشاء الضابط الصيني يالله بشافكم هي هاي عزيمة يصير انا اعزم فلان واروح اجيب الاكل من بيته الله عجيب والله استاذ استاذ طبعا والله انا متغري وشنت اعرف انه الاكل مو من يومهم مو من يومهم ايه اذا هسا الاكلين مين جابوه من بيت الضابط اللي عزموه من بيت الضابط اللي عزموه يالله والله ويوحون يأكلون بيتها بعد شنو ازيان لا اصلا ما عازمي احسن لا اصلا ما عازمي احسن هسا خنشوف السؤال الخامس شي يقول السؤال الخامس ديقول هو من من جلب عائدا عشاء الضابط الصيني هو ديسئل عن هو يريد شخص عاقل بس اذا جوابي فقط منه من هو من الدزة الطباخس دز منه حتى يجيب الاكل واحد من الخدم انا احسن احسن انا احسن انا انا اعرفنا اسمه هذا الخادم اللي باح جاء بالاكل بالقطعة محمد الله إذن الصح والخطأ بعد ما يوقف عندنا يلا ركزوا إياي يقول العائلة الإنجليزية دعت العائلة الإنجليزية الضابط الصيني ليأتي لبيتهم في المساء ترولو فولز صح لو خطأ أنا بجاوب من يوضح لي ليش خطأ لأنهم دعوا على العصر ليس خطأ ماذا يقول عائلة الإنجليزية تضعوا العائلة الإنجليزية يعني دعت الضابط الصيني يعني عزمته صح عزمته العصور لو ما عزمته العصر لا لا كتاب ما حددت الوقت ما عزمته ليش لأن القطعة شو تقول تقول هو وزارهم العصر يعني زيابته مفاجئة قبل لا يعزموه هيعود بعدين عزموه على العشاء بعد ما زارهم يعني هو بالبداية يجي زارهم ومش وقت زارهم وان ايبنينج في أحد المساءات فاجأهم بالزيارة فبعد ما تعرفوا عليه فش توجب عليهم أن يدعوه بيوم من الأيام على العشاء إذن مساء ما صار دعوة مساء شنو صارت زيارة مفاجئة من قبله هو زارهم إذا نتقول له فولز هل فعلا دعوه مساء لا نقول له فولز خطأ ما دعوه هو فاجأهم بالزيارة إذن هاي تحتاج واحد شو يفاهم القطعة وهذا السؤال أنا شا اعتبره اعتبره سؤال استنتاجي يعني يريد طالب شو قوي السؤال الثاني لا سهل السؤال والمعناء حقامة المعناء حقامة مقفامة لأن النار كان جعلا وعشاء كان جعلا مرغب 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 إذن كتب لان تكتب أف فقط فلو أف لو تي تي معناها صح ترو اف معناها فولز خطأ فإجاباتك بالوزارة خليها لو تي لو اف اختصر عليك التعب تي يعني صح اف يعني خطأ الزين باعش عدي الشيطاني كانت دينار مع الانجليش فاميلي ذات نايت ديقول الضابط الصيني تناول العشاء مع العائلة الانجليزية في تلك الليلة صح لو خطأ نقل له صح ترو ترو لأنهم بعد أكلو أكلوية عزمو على الأكل زين الهوستيس أسكت ذاكوك صاحبة البيت سألت الطباخ لأذهب ويجلب ويجلب العشاء من البيت من البيت من البيت صح لو خطأ صح خطأ صح 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 طباخ الصيني لم يصنع هذا الطباخ الصيني صحيح الطباخ الصيني صحيح صحيح صحيح